احنا دلوقتي في المنطقة اللي بيسموها قلبة الموسم او التغيير فصول الفترة دي كتير قوي مننا حتى الكبار مش الاطفال بس بتجي لهم زكام حساسية انف كحة حاجة ما بنمقاش قادرين نفسر ايه سببها حصلة ازاي هل احنا عشان تقلنا وخففنا او خففنا يعني ما بنمقاش فا مين فمعنا دلوقتي دكتور محمد صلاح استشاري طب الاطفال هنسأل بقى حضرتك على طول اول شرفتني يا دكتور انا بتشرف جدا موجود حضرك معي والله العظيم وبستفيد والحقيقة كمان السادة المشاهدين بيستفيدوا ان حياتك مش بتخدنا وبتقولنا الامور بالراحة وبتعلمنا طيب نعمل هي احنا فكرة قلبة الفصل دي او تغيير الفصل او الزكام والرشح والحساسية والكحة بسم الله الرحمن الرحيم احنا عايزين نقول انه الفترة دي فيه فترتين في السنة كده اللي هي فترة ما بعد الصيف ودخلة الشتاء وبعد الصيف بعد الشتاء ما بتخلص ودخلة الربيع ربيع بالصف بس الفترة دي بيقى اعنف شوية على اساس هي بتتواكب مع دخول الحضانات والمدارس والاخر الفترة دي الجو بالنهار بيبقى حر وشغالين تاكيفات والاخر وبالليل الجو ممكن يبقى فيه لا ساعة هاوة وبعدك ممكن يبقى ساعة شوية التغير المفاجئة في درجة حرارة الجو المحيطة بتثير نوعين من الامراض امراض المعدية يعني كل امراض المعدية سواء النزلات المعاوية نزلات البرد كل ما تتخيلي حتى العدوى الجلدية كل دا بيتنتشف فترة وامراض التحسس او الحساسية لانه الحساسية احنا بنسميها هو تفاعل شيء او تفاعل الجسم مع شيء طبيعي بشكل غير طبيعي يعني ايه انا خدت انا كانسان ما عنديش حساسية خدت شوار وطلعت في الهوى احصلش حيكة لكن طفل عنده تحسس او انسان عنده تحسس وخدت شوار وطلعت في الهوى التغير المفاجئ ده ده بيعمل تغيرات في الجهاز التنفسي في الاخشية المخاطئة فتبدأ تعمل ايه فرزات لو عنده حساسية في الانف يبدأ يرشح ويعطس وحكى في الانف ولو طفل صغير يحك مناخير وصدر وانصح او في حاجة اسمها علامة السلام لو تلاقي دائم بيعمل كده حركة دي دي حسيت انف عطس ورشح الرشح دايما بيبقى رشح شفاف رشح خفيف مع هرش في العين وفي الانف ونوبات عطس الشديدة وما يصحبهاش بقى لحرارة جمدة ولا افرازات مخاطئة قيلة ولا تكسير في العطم لا ده بس مجرد رشح وعطس وهرش في الانف ده اسمها حساسية انف وحسيت الانف وطبعا احنا عندنا جاء يعني كل انواع الحساسية تنتشف في طريق بس حسيت الانف دي المختصر بتاعها ودايما اي علاج للحساسية بيبقى نوعين علاج اثناء الازمة وعلاج ما بعد الازمة ودي المشكلة الكبرى المصري شو بقى حديثك انت بتجيب يعني تيجي عالجرح وكال اه والله العظيم ساعت ما بتجينا حساسية بناخدها بناخد الدواء اللي بقى زي الفل فل خلاص بقى تقوم جاء لنا تاني وإحنا مدلتزمش لان الدكتوريسان بيقول ايه التزم وكمل فما بتكملش بقى بالضبط هي دي الخطأ وده اللي دايما بنركز عليه وده من الأخطاء الشقيعة جدا ان انا عندي حاجة اسمها الكنترولر او التحكم ازاي انا كطبيب اخلي الدور ده ما يجيش او ما يجيش جامد او ما يجيش كتير او ما يجيش قريب من بقى فهمين اسمت اباعد بين الازمات اباعد في شدة الازمة اباعد في قوة الازمة وبالتالي اقلل غياب الطفل من المدرسة اقلل تعب الطفل اقلل عدم تركيزه يعني انا يعني اسمح كلاه الدكتور وحضرتك لو قلت لي نشوة خدي الدواء ده وخفتي ما عليش نستمر شوي انا ما انا ما قولت طالما خفيت بقى حفظة لبالبعف دواء هي دي الترك او الحفرة اللي بيقع فيها اه كلنا كلنا ان احنا عارفكرة على مستوى العالم احنا بنقول انه الكنترولر ده اللي هو مفوضي الطفل بيمشي عليه فترة طويلة ممكن حسب طبعا كل عنواء نحسية حسب نوع نحسية السدر او الانف او الجل ممكن نمش تلات شهور ممكن نمش تلات شهور ممكن لونج لايف ممكن بها فترة طويلة جدا فترة طويلة يعني سنين احنا دورنا يعني ادامة بقول ايه الطفل اللي عنده يحسية في السدر وحسية دي درجات حسية الصدر حتى درجات انا عندي انا كطبيب عايز اعمل كنترول عشان اعمل اوصل لاربع حاجات لازم يتعمل انه الطفل ينام كويس اه انه يلعب كويس يمارس حياة طبيعية مش ان الكوحة تخف انه فكرة ايه انه اخد علاج الوقاية عشان الطفل مكوحش كلام مش صح يبا هو ينام كويس يلعب كويس ما يحتاجش جلسات بخار او جهاز بخار عن طريق التنفس اه كويس وانه يروح المدرسة ايه الاربع حاجات دولت انا كطبيب لو عملته بالبنبوني انا عملته كنترول عملته خبطه قلمين بس هو اللي عمل كنترول المهم انه الاداوة ده يفضل ماشي فترة طويلة لان احنا عندنا حسية كمان في كذا نوع يعني فيه نوع بيبع حساسية مع المجهود بس اه وفيه كوحة لالية بس صح وفيه كوحة عند المجهود وفيه كوحة ما بين الفصول بس وفيه كوحة طول الشتاء ايه وفيه كوحة في الصيف بس طب دكتور اللي عندهم شارقة دي على طول بيعملوا في الحركة دي وما فيش دولة نافع معاهم دي عندهم حسية ولا عندهم حاجة ولا الشارقة المتكررة دي ممكن تكون سببها افرازات خلفية من الانفع ممكن عنده التهاف في جيوب الانفع مزمن او حسية في الانفع مزمن او تحسس في الجهاز التنفسي يعني حسية في السدر او ارتجاع في المريء وده لقوا انه تقريبا 30-40% من حالات الكوحة المتكررة او الكوحة المزمنة او الكوحة الليلية بيبقى فيهم جزء ارتجاعي يعني لذلك الصدر دايما تلاقيهم كتبوا حاجة للارتجاع مع علاج الصدر ايوة صح لانه الارتجاع ده ارتجاع السوائل او ارتجاع الابخرة اللي موجودة في المعدة دي حمضية فبتيجي على الجهاز التنفسي وبتعمل اثارة فتبدأ تعمل الانحنحة او الكوحة المتكررة طب في علاج او مش علاج وسيلة تخلينا نقلة الفصول دي ما تجلناش امراض حساسية يعني نعمل مقاياز دي او ولا نحن ناخد الدواء قبل ما يبتدي الفاصل ايوة بالزبط بس ده مش تكون الاطفال اللي الطفل هو الطفل ده عارف انه عنده حساسية الصد وعنده ضيقة شعب هواية بيجيله متكرر فببدأ له قبل بداية السيزون بقى بداية التقلبات انه ناخد العلاج الوقاية ده منتظم هقلل انه الازمة تيجي هقلل حتى لو الازمة كانت تيجي خفيفة ومش هتبقى عنيفة وبالتالي اقلل انه ياخد ادوية ما بين المضادات الحسية ومضادات الكورتيزون او ادوية الكورتيزون او مضادات الحيوية كل ده قل جدا بحاجة بسيطة ممكن امشي عليها في الفترة دي زائد لان احنا دايما الاثارة بتبقى اثارة خارجية يعني الحسية بيحصل اثارة خارجية او اثارة من داخل الجزء اثارة من داخل الجزء دي ملاشي علاقة بيها دي ملاشي علاقة بالفصول دي ملاشي علاقة بالفصول دي بتيبقى حسية تانية لكن الحسية من الظروف المحيطة اللي هو الاتريبة التراب الفلت البرفم السجاية ريحة البخور المعطرات حاجات البخور مثلا والتغير المفاجئ في درجة حرارة الجو المحيط دي اثنين وكذلك بقى ان انا احاول ان انا احميه من ادوار البرد ادوار البرد بتعمل اثارة عصول للحسية طب حاجة جينا ادوار البرد طيب هل التقل الهدوم ولا خفافيتها يعني انا مثلا ايه ابتدت الدنيا تحس ان الدو جو حيرات ابتدى رقب الابس ابني تقيل من دلوقتي وحضر نفسي لا بص احنا دايما خلينا وسط احنا بنقول انه برضو اللبسي كتير قوي مش صح واللبسي قليل قوي مش صح منعشان بقى يعني عشان اضمن المشيئة اما هي برضو اللبسي مش هيضمن مش يمنع لكن هو ان احنا نخلينا دايما بنقول انه الطفل بنزود قطعة واحدة على الكبير يعني لو بابا لابس خمساشة ستاشر قطعة كده بقى سبعة تاشر بزرط يبقى نزود قطعة واحدة بس ما بين الليل والنهار نزود قطعة يعني هو لابس قطعتين بالنهار يبقى بالليل ثلاث انا لابس قطعتين في البيت وانا خير جيبقوا ثلاث تمام تغير بسيط لكن ما بقاش لابس كتير جدا ويقل عمر واحد التغير ده برضو بيعمل اثرارة الجهاز تنفسي طبعا هو أصلا برشع من كنترول على أبني كطفل ممكن هو يقلع ممكن بدا يعني فهم يعني كله بصي حسب السن كله هل بتضرب نها بقى بل الظبط انا عارف انت امي شريرة ده قريبا انا ام قصية بس بيسمحش كلامي مرضى حضرتك البس يابني فانيلا مندح بحد ما هو كبير ومتجوز امس رجلك البس فانيلا مندح والله نفسي نفسي حاول برضو اغير الموضو ده برضو حاجة صحيح ما عرفش شباب ما مش بيردوا يلبسوا ليه فانيلا بحملات حتى اي حاجة بفيش اه هو برضو عايزين نقول انه انه التغايق التدفئة بتيجي مش بتقل القطعة قد عدد القطعة يعني لو قطعة قطن وقطعة قطنة بينهم الهواء ده طبقة عزلة فبيدي تدفئة احسن منو يلبس حاجة صوف تقيلة بمناسبة بس اه والله يعني مش شرطة العلمني مش هزمال بيس صوفوا بتاع لو قطن ما حاكتين قطن بالظبط واحدة بالمتدير يعني فانيلا عاديةك وفانيلا بالمتدير بقى هدي بقى دي جديد عليها شوية بس هارجع لها واشوفها لا 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 اقولك اه عاديةك بقى كذا بالمتدير بقى جيبينها تضهر مقلوبة اه ليه بقى علشان ادفل حتة ديه هو العدوى ما بيجيش منها خالص اللي هو بتيجي عن طريق الجهاز تنفسي اه مش ده لو سائع عرض السدر ده لو سائع ماشي وبعين كل سن يعني فيه طفل مثلا مثلا فيه عندنا اطفال ببعندهم حاجة اسمه متلازمة رفص الغطا ايوه على طول يرفص الغطا ايوه فده مثلا لبسه ايه هو نايم اه والناس برفص الغطا ده ممكن يبقى هو طبيعته بيتحر بسرعة ممكن يبقى عنده حساسية في اطراف رجليه ممكن يبقى عنده نعص الحديد ايه نعص الحديد اه يعمل كده يعمل اه حاجة اسمه متلازمة لا انه حوالي 40% ل 50% 40% أو 45% من الاطفال اللي بيرفصوا الغطا لما عملهم تحليل نسف الحديد لا اوها قليلة شوية ففكرة ليه يعني خلينا دايما في الوسط اه 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 انا قبل ما اطلع كده اشرب شوات مية اعمل وش بمية عشان ميحصلش التغير المفاجئة ده بيقلل حركة الاهداف في جهاز ده نفسي فالطفل هو قريدي العدوى احنا انا وانا قاعد معهاتك بيجي لي عدوى ده عادي اه انا بقاوم لكن لما باخد شاور واطلع في الهواء او ابقى في البيت دفع جدا واطلع في الساعة حركة الاهداف بتاع الجهاز ده نفسي بتقل الحركة فلما بتقل الحركة يبدأ الفيروس اللي موجود او العدوى الموجودة تبدأ تظهر اه بنتي انا يعني ايه مجال اخد راحتك بالزبط كده فاحنا لازم نخلي بالنا بحية دي نقطة تانية برضو ودي دي بنأكد عليها دايما انه فكرة او المفاهيم الخطيئة عن حسية الصدر وحسية الام انه الطفل ما ياخدش مثلا البخاخة يقولك لا بخاخة لا كده ويفتكر افلام فاتن حمامة قديمة يعني ما عالش يعني اي ام مننا مثلا ما هاتف صغيرة و هتقولها بخاخة هتتخطر رعب كان يقولت خبر بالزبط رغم ان هو علاج الحساسية الاول هو البخاخات وطبعا في كل سن ليه غير التاني وجلسات البخار دي من الحاجات الامنة تمامة ليه انا بدي الدواء انا ما بشرب دواء اي حاجة اي دواء اه 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 بياخد المعدة ويخش الكابت ويخش الكلا ويخش كل جسمي فهذا انتوزع لكل الجسم اه فانا لما ااخد كورتيزون هيحصل كده لما ااخد مضاد حيوي هيحصل كده لكن لما ااخد بخاخة انا كأني بدهن حاجة موضعية حاجة مرهم ما بيحصلوش حاجة اسمه السيستيما كابزور بشان يعني ما بيحصلوش الامتصاص للجسم كله ازاي؟ مش انا بستان شف دخل فين؟ الرئتين بس ما دخلش المعدة ما دخلش المعدة ايه فبتلي حتى الحوامل ممكن اديها الحامل اللي بتخافي عنها من اي حاجة ممكن اديها فبتلي الرعب الشديد وده يمكن مع السنين بقى الموضوع اقل رعبا لكن ما زال المقاومة ان انا ادي مثلا بخاخة الطفل وكده وهي بقى ماشية حاطتها في البامبرز وماشية حبيبي ايه فهي الاي سي اس او الانهيلد كورتوكسترويد او الكورتوكسترويد او الكورتزون عن طريق السنشاء امن تماما لان هو بيدي بيشتغل موضعية فبلا والبخاخة عن طريق البقى ما فيه بخاخة بعده تحط في البقى ما هي بيستنشقها اه مش بيبلعها طبعا انا استدق بقى ان انا كنت باخد بخاخة ببلعها امان انت اصلا عشان ده الطفل بعمله كاونس يعني اصلا طفل ما عرفش يستغل من البخاخة قبل 8-10 سنين البخاخة الهدية ليه حاجه اسمه سبيسر او ايروششامبر حاجه زي محتوى كده بتحط في البخاخة من ناحية بتحط المسك على ويش ويبدأ نبخ البخاخة يبدأ يستنشق من جوه المحتوى ده ايه وفيه نوع بيتشفت اه بس انا بيتشفت دوان بروح نازل على ما بيقى فيه بودر اه مضمضة بعدها بس ببلعه لا هو تتنضمت انا بتهالي انا ببلعه ما بيروحش عند مناخيري اه لا هو دنبؤك مش هادك من مناخيري اه طيب لا استنشاق الانف حتى لو رجع بيبقى ده جرعة بالمايكرو جرام جرعة الكروزين فيه حاجة يعني لا تذكر اه يعني مش حاجة تخوفنا بالظبط لكن هو ده اللي انا لو ديت استنشاق الانف او استنشاق عن الصدر او بعض الاقراص او الساشتس او البواكي اللي بتتاخد على زبادي او لبن دي اسمها اجراءات وقائية عشان اقل حدوث ازم الشعب الاوية اقل ضيق التنفس اقل ان الطفل يجري ويلعب براحت ويروح النادي ويمارس الرياضة عادي جدا فاكيد ده مهم ان انا استمر علي تمام طيب زي ما حاجة بتعودني كده انك في كل مرة بتروح ايلي في نقط سهلة كده بسيطة واحد اتنين تلاتة دون نعملهم عشان نحضر نفسنا يعني هل انا لو جيت لحاجة بابني وهو لسه ما فيش اي بعد الشر مرض احضر نفسي انه ما يجلوش حاجة وارد ان انا عمل كده وارد ويحصل كتير بس ده مش ونازل على الواتساب وعلى الانستجاب وكله بيسأل ديني حاجة منشط لما انا عشان ابني ما يتعبش كلام مش واقعي ومش هلمي احنا بنقول التغذية السليمة زي ما قلنا قبل كده الرياضة الاكل المتوازن بتاعنا التطعيم الانفلوانزة النصيح اللي قلنا عليها من احنا تهوية المكان جيدا عدم الخروج من مكان ساعة لمكان سخن او العكس لو الطفل دوت عنده نقص حديد بياخد الادوية نقص حديد للتغذية اللي هي السليمة بقى ياخد الفيتامينات دي عن طريق اطعمه ولا احسن عن طريق حسب الحال الطبيبي بيقرر في طفل بيبقى تقييم التغذية بتاعه كويس ومش محتاج فيتامينات عن طريق الفم وفي طفل بيبقى محتاج تقييم الطبيب انا ام بقى هزا بقى احباح كده ايدي وودي ابني بزيادة حتى لو هو مش عايز مش صح لان ده دواء في الاول والاخر هو دواء يعني انا وديت جرعة الفيتامينات الكبيرة ممكن تضر الكلام والله عظيم طبعا الحديد ممكن يعمل تسمم في الدم حاجات كتير جدا بلاش وصفات ال ايه الفويسات الفويسات اللي بتتنتشر على الجروبات الفتر ديت ايوه بدي ابنيت كذا و بدي ابنيت كذا و لو ما ديتيش ده وانشر تقجر وكلام مش عايزينه انا ببقى سعيدة جدا 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 ورا مع حضرتك والله العظيم ومشانا بس حياس انا وستاذ المشاهدين بيجي لنا يعني تلفونات كتير بتشكر في حضرتك جدا بشكر حضرتك بشكر شركة بندولين انها يعني شرفتنا بوجود حضرتك معنا وما دايما بيساعدونا وبيساعدوا الاطفال كلهم نرسي جدا ليهم ويا رب ان شاء الله نتقابل دايما ان شاء الله على خير دايما ان شاء الله الفقرة الجاية بقى مش قادرة اتكلم يعني او عايز اوفر طاقتي للي حيحصل في الفقرة الجاية طبعا حضرتكم عارفين الفقرة الجاية فقرة المشاعر فقرة الاحاسيس طب يعني روحوا تعالوا الصرع فقرة يعني بريكس وغير كده لاني تلع سمت من قبل ما ابتدي فانتوا فهمين طبعا حيحصل ايه في الفقرة الجاية خليكم معنا اشتركوا في القناة